السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم ياسمين عشور لا قول مرة تشوف قناتي ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد فيديو النهاردة هنتكلم على كيفية فتح حسابين او اكتر في تيك توك والتبديل بينهم تابعوا مع الفيديو للنهاية زي ما قلنا في البداية هنتكلم على كيفية فتح حسابين او اكتر ازاي افتح حسابين او اكتر في التيك توك وازاي ابدل بين الحسابات دي تمام هنروح على التيك توك اولا ندخل على التيك توك هضغط على كلمة صفحتي هضغط عليها وهدزهر لك الصفحة دي كده وهضغط على التلات نقط دول اول ما دست على التلات نقط دول وهنزل كده وهختار تبديل الحساب هضغط على تبديل الحساب طبعا هنا تبديل حساب وانا عندي تلات حسابات على التيك توك طيب لو انا عايزة اضيف حساب تاني هتلاقي تحت هنا اضافة حساب وهضغط على اضافة حساب اول ما تضغط على اضافة حساب هنا بقى بيجي لك هنا تويتر وجوجل والمتابعة باستخدام فيسبوك استخدام الهاتف او البريد الالكتروني طبعا. طبعا انا عايز اعمل المتابعة باستخدام جوجل هضغط على جوجل متابعة باستخدام الفيسبوك هضغط على الفيسبوك وهضغط على المتابعة باستخدام الفيسبوك. تمام? كده انا عملنا ازاي اضيف حساب تاني موجود في تبديل الحساب. اهو. سجلنا دخول اهو بالفيسبوك. تمام? ولو احنا على التلات نقط تاني ورجعنا وعملنا تبديل الحساب هتلاقي لما كانوا تلات حسابات بقى واربعة فانا دلوقتي عرفتك ازاي تضيف حساب يعني يبقى عندك اكتر من حساب على التيك توك تمام هي اضافت حساب بتبدأ تضيف عادي جدا طيب التبديل بقى نفس الخطوات اضغط على التبديل اهو لما اضغط على التبديل بيبدل لنا الحساب اهو زي ما انتم شايفين اضغط سجلت الدخول باستخدام سجلت الدخول بياسمين عشر وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة وتكلمنا على فتحة اكتر من حساب في التيك توك والتبديل بين الحسابات في التيك توك لو عجبك فيديو النهاردة يدبقى ما تنسانيش في اللايك الحلو والاشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته